أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مسنى وسلاس وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء عدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فعنا فأنا تؤفكون وإن يكنذبوك فقد كنذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله لحق قم فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا يقرنكم بالله لقرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يضعوا هزبه ليكونوا من أصحاب الصئير الذين كفروا له عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن ذين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تظهب نفسك عليهم هسرات إن الله عليم بما يسنعون والله الذي يرسل الرياخ فتظير سعابا فسغناه إلى بلد ميت فأحيينا بالأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العذة فلله العذة جميعا إليه يصعد الكلم التيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات له عذاب شديد ومكر أولئك ويبور والله خلقكم من تراب ثم من نتفة ثم اجعلكم أزواجا وما تحمل من انسى ولا تزأ إلا بإلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينغز من عمره إلا في الكتاب إن ذلك لله يسير وما يستفي البحران هذا عزب فرات سائق شرابه وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما تريا وتستخرجون حلية تلبسونا وترى الفلك في مباخر لتبتعوا من فزلي ولعلكم تشكرون يولجوا الليل في النار ويولجوا النار في الليل وسخر الشمس والغمر كل يجري لأجل مسمى والكم الله ربكم له الملك والذين تضعون من دوني ما يملكون من غير تمير إن تضعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم الغيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفغراء إلى الله والله والعني الحميد إن يشع يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر بازرة وزر أخرى وإن تدعوا مثقلة إله لها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالعيب ويقاموا السلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المثير وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن أرسلناك بالعقم البشير ونذير وإن من عمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به سمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيس وحمر مختلف علوانها وقرابي بوسود ومن الناس والدواب والعنآم مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز قفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا السلاة وأنفه مما رزغناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم مجورا ويزيدهم من فزله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يداي إن الله بعباده لخبير بسير ثم أورسنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مغتسد ومنهم سابق بالخيرات من إذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونا يؤلون فيها من سابر من ذاب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا أمد لله الذي ينزعب عن العزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المغامة من فزله لا يمسنا فيها نساب ولا يمسنا فيها لحوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يؤذى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا خرجنا نعمل سالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فاذوقوا فما للظالمين من نسير إن الله عالم قيب السماوات والأرض إنه عليم بذات السدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفر ما عند رب من لا مغتا ولا يزيد الكافرين كفر من لا خسارا قل أرأيتم شركاءكم والذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهو على بينة من بل إن يعيد الظالمون بعض من بعضا إلا قرورا إن الله يمشك السماوات والأرض أن تزولا وَلَئِنْ ظَالَتَاهٍ أَمْسَكَ وَمَا بِنْ عَحَدٍ من عَحَدٍ مِّنْ بَعْدٍ إنه كان حليما غفورا وَأَغْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَزِيرٌ لَيَكُونُنْ عَذَى مِنْ إِهْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَزِيرٌ مَاذَادَوْمِ اللَّا نُفُورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيغ المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْزِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانْ عَاغِبَةُ الَّذِينَ مِنْ عَبْلِهِمْ وَكَانُوا وَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَابَاتِ وَلَا فِي الْأَرْزِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ولو يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكِ عَلَى زَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بإباده بثيرا صدق الله العلي العظيم